النهاردة يوم بعنوان أفراح الأهلي الحقيقة الأفراح بدأت من إمبارح مش من النهاردة إمبارح وفوز الحمد للإي يعني احنا معرفناش نطلع إمبارح كان من المفترض أن أكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة ولكن الحقيقة فرحتنا بفوز فريق طائرة السيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة السوبر على حساب نادي الزمالك 3-2 في مباراة ولا أحلى ولا أمتع ولا أجمل ومباراة مرثونية ولكن استطاع فيها سيدات الأهلي أن يفوزوا على سيدات نادي الزمالك في واحدة من المباريات اللي تقعد تستمتع وتتبسط أن أنت بتتفرج عليها فالحقيقة كلنا كنا مستمتعين وبنتفرج على هذه المباراة المباراة خلصت متأخر فمعرفتش أطلع مع حضراتكم النهاردة كمان رجال الطائرة بالنادي الأهلي حسموا لقب بطولة السوبر على حساب نادي الزمالك أيضا 3-1 لقبت الطائرة في النادي الأهلي الحقيقة في خلال هذه الفترة بتفرض سيطرتها سواء رجال أو سيدات نجوم المباراة كل اللعيبة سواء رجال أو سيدات كلهم لأنهم كانوا على قد المسئولية اللي ملقاة على عتقهم أنا مش عايزة أقول أسماء ولكن سامير حاول تجيب لي الأفراح مبارح والنهاردة كمان الشباب النهاردة عملوا اللي عليهم مزيادة السيدات مبارح عملوا اللي عليهم مزيادة إيه الجمال والحلاوة دي؟ إيه الجمال والحلاوة دي؟ الأسباني فرناندوز النهاردة واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة اللي عامل شغل جيد جداً اللي احنا شفناه النهاردة ممكن المطش الجاي ما يبقى الله أعلم لكن أنا بتكلم عن اللي احنا شفناه النهاردة في السيدات كابتن إبراهيم فخر الدين عامل شغل رائع جداً جداً مع السيدات الحقيقة وعملوا مباراة لن بتجي تفرج على الأهلي والزمالك لازم تبقى مبسوط وانت بتتفرج على الأهلي والزمالك مبارح سيدات والنهاردة رجال المباراتين على أعلى أعلى مستوى الفريقين مش عايز أقول لحضراتكم أن الواحد يعني طبعاً فريق الأهلي الحمد لله بيحطم كل الأرقام سواء سيدات أو رجال نادي الزمالك عملوا اللي عليهم والمبارات كانت شكلها حلو ولكن في النهاية استطاعها أن يفوز أو فاز الأفضل في المباراة سواء سيدات أو رجال الحقيقة الاثنين نجحوا في الحفاظ على لقب السوبر بعد ما تم أو بعد ما توج بها الفريقين في النسخة الماضية على حساب نادي الزمالك أيضاً سواء رجال أو سيدات بالتخصص النادي الأهلي بينجح في التتويج بلقب السوبر في الطائرة سواء رجال أو سيدات شكراً لكل فرد في منظومة الألعاب الأخرى داخل النادي الأهلي حتى الآن حتى الآن إيه اللي هيحصل للفترة اللي جاية؟ كلام بقى حنشوف هل سيستطيع رجال الطائرة المحافظة على الشكل اللي ظهروا بيه في المباراة النهاردة؟ هل سيستطيع رجال السيدات في الأهلي المحافظة على الشكل اللي ظهروا بيه مبارح؟ أنا متأكد أنا عندي إحساس داخلي إن إحنا مجموعة اللاعبين اللي موجودين عندنا سواء رجال أو سيدات هم الأفضل وجهة نظري إن هم الأفضل سواء في السلة سواء في الطائرة سواء برضو مش بالكلام ولكن بالأرقام بالأفراح بالبطولات اللي حضراتكم بتشوفوها لعيبة على أعلى أعلى مستوى ولعيبة هم الأفضل في كل الألعاب الحمد لله والشكر لله وجمهور هو الأفضل وسيظل دائما الجمهور هو له اليد العليا والفضل الأول في ظهور هؤلاء اللاعبات أو هؤلاء اللاعبين واللاعبات أيضا بهذا المستوى وبهذا الأداء